واستغرب المنسق الوطني لنقابة كنابست مسعود بوديبا قرارات الحكومة معلنا رفض نقابته لهذه السجاسة المنتهجة والتي اعتبرها تسويق أهم للرأي العام فقط وبخصوص الوزير الجديد لقطاع التربية اعتبر بوديبا أنه طرف في المشاكل القائمة منذ تولبا غبريت لقطاع التربية ميكروفون بيلال يسفي هي قرارات تبين مدى شعورهم بعدم شرعيتهم لأنهم يريدون أن يعطوا لأنفسهم شرعية في اللاشرعية إذن نحن نرفض السيد بدوي كوزير أول نرفض تشكيلته ونرفض كل القرارات الناجمة عن هذه الحكومة خصوصا وأن هذه الحكومة نحن نتساءل كيف بدأت في القرارات وهو ما قيل عنها بأنها حكومة صرف أعمال لمرحلة انتقالية لم تبدأ بعد نحن ننتظر الإعلان الرسمي لشغور منصب رئيس الجمهورية وبالتالي بأي حق أنها تستر قرارات البارحة لو لا أن الغرض هو إيهام الرأي العام بأنه هناك جديد ونحن نعرف بأنه لا جديد في مثل هذه المسائل بطبيعة الحال معناها رفض وزير التربية ورفض التعامل معه مسألة تعيينات الأمناء العامون على مستوى الوزارة نحن بمعرفتنا الأمين العام لوزارة التربية الوطنية هو مهندس الأزمات التي عشناها في قطاع التربية الوطنية كل الأزمات في أربع سنوات الأخيرة هو مهندس لها ومعقدها هو من خلال تسيره للأمر على مستوى مديريات التربية أو على مستوى وزارة التربية الوطنية